مفاوضات لإنهاء النزاع في جنوب السودان بدأت في العاصمة الأثيوبية ديسابابا بين الأطراف المتنازعة بوساطة من الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا التي عقدت لقاءات أحدية مع الجانبين على أمل عقد مفاوضات رسمية اليوم بين موفدي الرئيس سالفاكير ونائبه السابق رايك ماشار يأتي ذلك في وقت أعلن الجيش الحكومي أنه يتقدم باتجاه مدينة بور الاستراتيجية عاصمة ولاية جونغالي معلنا قدرته على استرجاع المدينة خلال يوم واحد وكانت المعارك التي اندلعت منتصف الشهر الماضي أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح حوالي مائتي ألف شخص عن منازلهم وسط أعمال عنف بين قبيلتي الدينكا ونوير ترجمة نانسي قنقر